دكتور النهاردة كل أم بتقول أنا ابني عنده فارط حركة وتشتت انتباه وأو أبي بيبقى سائع عادي نعرف إزاي بقى نفرق فرق كبير قوي بين فارط الحركة وتشتت الانتباه تعالي نقول علميا الجامعية الأمريكية للطب النفسي عام 1995 سوري 1980 ده من زمان بقى دكتور ده من زمان ليه وصفت عجز الانتباه وصفت نقص الانتباه بأنه الطفل ما بيقدرش يكمل أي مهام بس وصفته بوصف تقيل شوية قالت بيفشل بيفشل في إتمام أي مهمة انت بتقوليله عليها يفشل لو انت ديتيله أي حاجة صغيرة يركبها مجرد ما يسمع صوت جنبه تلاقي الطفل اتشتت وبص النحية التعلي مجرد ما تلاقي الطفل اكتب حاجة بسيطة وسمع صوت باب بيتفتح يسيب القلم ويبص نحية الباب اللي تفتح يبقى فشل في إتمام أي مهام دكتور دا وقاب بيفسل أنه يعد خمس ديئة على بعض ده التراب نقص الانتباه وفرط الحركة هو ده كده يعني؟ ده نقص الانتباه هو ده بس ليه حاجات كتير ما أخذي بالك ما أنا عايزة لأم إيه نقطة صغيرة لو ابني جيت وقلت له تعالى على الجنبي وما عادش جنبي تقولي ده عنده فرط حركة لأ ابني لو ما سمعش كلامي ده عنده فرط حركة لأ ابني لو خدكوا ببيت العصير جيه يشربها رح ده لقى في الأرض ده عنده فرط حركة برضو لأ لأ فرط الحركة أعراض اللي بتظهر معي على الطفل بتاعته بتبقى باينة ووطحة إزاي بقى يا دكتور بينا ووطحة عشان الأمات كلها بتخلط بينهم أولا ما فيش حاجة اسمها طفل عنده ثلاث سنين سنين ونصف عنده فرط حركة هو طب هيبقى سائي لا دي شقاوة عادية جدا ده اسمه استكشاف لما تلاقي طفلك فتح الادراج وعايز يخراج اللي فيها يستكشف لما تلاقي دي سي بيه طبعا احترمي رغبته انت بتعمل ايه وتشاركيه في العمل بتاعه تلاقي الطفل فتح التلاج عايز ينزل اللي فيها هو عايز يستكشف هو لسا عادي طالع من المكان ده وانا عايز اجيب الحاجات دي هدوء وهرمي باستكشاف امتى قدر احدد ان هو فرط حركة لما الطفلي كان من 4 سنين من 4 ل7 سنين ابتدي احكم على الطفل والمدة 6 شهور اتابع عنده خصائص 1 2 3 شانا قدر احدد اذا كان هو فرط حركة ولا شقاوة طب يا دكتور احدد ازاي اعرف منين اعرف منين انه عنده فعلا فعلا فرط حركة ده دمس طبيعي طفل اللي عنده فرط حركة ما بينفعش يقعد 3 ثواني 3 دقايق لحد 3 دقايق مستحيل يقعد 3 دقايق على كرسي يعني الام تيمتلك الستوبوتس يا دكتور اه هي واخدى بالها هي واخدى بالها ما بيعطش بيتكلم كتير قوي بيتكلم كتير بيجرب اندفاعية ما بيفكرش حتى لما بيجي تسأله على حاجة ويجي يرد ما بيفكرش في الرد متسرع دي اسمها اندفاعية تمام تبص تلاقيه ما بيستناش الدور اصبر اخوك الاول لا هو انا مش فاهم يعني ايه اصبر اخوك برغم اني سنه كبير انا ليه بقوله 4 سنين علشان هو مدرك هو فاهم لما قوله استنى اخوك او لو هو في الكلاس او في النيرسري التيتشر بتاعته بتقوله ايه بتقوله طب انتظر بس بالدور هو مش فاهم الدور عشان كده احنا في المراكز في العلاج السلوكي بنقيمه جدا حتة الدور معاك بنعمل حاجة اسمها الجلسات الجماعية علشان ياخد الدور يبقى فاهم اني من الاول في العلاج والجلسات انا بس عايز اعرف هو اعراض ده ايه يعني قصدي اللي هو ايه سبب ده يعني خلاص هو ده حصل طب قبل ما اقولك السبب اقول حاجة صغيرة عايز اعرف ليه بقى عسلم مع ملوس طب قبل ما اقولي السبب ليني عندي اسباب كتير اقول حاجة صغيرة قوي الفرق بين الشقاوة وفرط الحركة بسرعة الشقاوة الطفل بيتنططوا بيروحوا بييجي ويج لكن لما ماما بتقوله بس بيبس لو خادته عند حد غريب برا راحت هايبر راحت ناجي راحت اي مناسبة اي احتفال بيلعب لكن اول ما تقوله خلاص او الجنبي او لو حد غريب هو الشخط فيه تلاقيه خاف وجيه عالجنب ماما لكن فرط الحركة لا فرط الحركة لا فهمان يا رانيا فرط الحركة لو اي حد يكلمه برا من برا اي حد يكلمه هم بيسمعش الحد هو معندوش لا يعني الزباب يعني ده بيحصل ليه كله ام تقولك انا ابني كده ليه طيب عندي اسباب ورصية عندي اسباب اجتماعية عندي اسباب بيئية المشكلة في الاسباب اللي هي الورصية اللي هي الجينية لو في حد من العصب من الاب الجد العمام كان عندهم مشكلة فرط حركة وهم صغيرين ده بيبقى واخد الجين بيحمل الجين معي دي بتبقى نسبتها بسيطة جدا بتبقى نسبتها 20% مش حاجة مش كل الاطفال بيحصل معندوش اللي كانت زيليا كده لا خالص بتيجي اكتر فرط الحركة مع مين مع اطفال التوائم التوائم المتمثلين هي الجينات بتاعتهم تركبتها كده في التوائم لما عملوا احصائية ده دي نظريات لما عملوا احصائية وجدوا ان اطفال التوائم اي توينز بتلاقي واحد فيهم اوكي يا هادي ما عندوش مشكلة شائشة عوضية والتاني وده انا بقابله كتير بيبقى اكتف جدا ده انا بقابله كتير جدا الاقي كل ملاقي توينز الاقي منهم واحد اضطراب ناس انتباه جامد طب يا دكتور انا دلوقتي سبب ده بقى انا عايز اعرف لو احنا قلنا جينيا خلاص دي حتة ممكن ما يدرش نتدخل فيها هنتدخل فيها مش هنتدخل فيها تمام علاجة طبية او علاج سلوح حلو اخد اللي تنين احنا بقى عايزين دلوقتي نسوف لو فيه سبب انا بعمله تمام حاجة تجنبها اول حاجة الا اكتر عند الولاد مش البنات دي معلومة برضو لازم الام تبقى عرفا تمام ان فرط الحركة بييجي بالنسبة اعلى بكتير للولد اكتر من ايه من البنت تمام طيب بالنسبة للبيئية هقولك على حاجات كل الامهات بتعملها الالوان الصناعية مكسبات الطعم تمام المواد الحفظة ابني على مدار اليوم والله يا دكتور ده هو كلب سكويت مايا حضرتك انت اديتله بسكويتا وديتله شوكولاتايا وشرب كنزايا وخد عصير وخد 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 في الاخر انا جمعت مواد الحفظة قد ايه انت عارفة مواد الحفظة بتعمل ايه بتعمل ايه للجهاز العصبي بتدمروا يا دكتور بتدمروا ما ده بتتلف الخلايا العصبية ده بي خليمي عايزة اسأل انا تأثير دائي على الطفل انا دلوقتي الطفل عندي عنده فرط حركة بيأثر عليه جدا مثل تنتباه بيأثر عليه في المدرسة نصيحتك بقى يا رانيا للامهات هتعملي ايه الماما اللي بتودي ابنها النيرسري ويجي يدخل كي جي وان وكي جي تو بري وان بيملى الشنطة بتاعته ايه في البوكس لانشو بوكس بتاعه البوطل بتاعت المياه على جن وتلاقي بقى الشنطة من فوقها قد كده فيها ايه بقى فيها كل انواع البسكوتات والشوكولاتات والعصاير كل دي سن الطفل بيعمل معايا اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة طب دلوقتي بيأعايزين نسأل حاجة مهمة جدا فيهم هايك تسير تقولك انا هسيبه هو كويسه زي الفل وانا هسيبه لما يكبر هيتحسن مع نفسه تمام انا سيبه فعلا انا سيب ابني زي ما هو لا ولا كمل وبدأ واسوف وعاتر وحاول ادور يعني ابحث واسوف اعمل ايه ما هي يا ماما مش فاهمة ان حضرتك لو سيبتيه هو قريدي بيبداخل معاك في صوابات تعلم لان احنا قولنا عنده ايه عنده تشتت انتباه من ايه تشتت الانتباه من فرط الحركة اللي عنده الطفل اللي ما بيجي من اول ما يدقل النيرسير بتاعته الحد فيه ما فوق بيعمل ايه ما هو ما بيقاطش في الكلاس ايه ما هو ما بيقاطش على ما فيش ما فيش عادة على الكرسي تلاقيه رايح جاي يربي دي ويشيل دي ويحط دي زميله ويقرس زميله ويخبط زميله ما هو مش منتبه للبرد التشار عادة بتشرح بيبقى دكتور كامو تأرورين وبيقضوا نفسهم جدا وبيقعوا كتير وبيتلغباتوا كتير جدا علشان عنده اندفاعي بالضبط عندنا تشتت انتباه هو كده تفاعل مع التشار بتاعته هو ما خدش اي معلومة ما فيش اي معلومة الطفل خدها طيب بالتالي ايه اللي بيحصل معايا بيحصل معايا صعوبة تعلم ماما ما بتحسش بدغل لما بتقع الكارس انا لو انا عالجه في حاجة اسمع تدخل مبكر او الملمس عليه مشكلة المانع انت التعريضي على المتخصصين بيقولولك اه ولا لا يا ده طبيعي يا ده مش طبيعي بالضبط مش طبيعي يلا هناخد علاج سلوكي لكن لو الفرط جديد جدا لان فيه طبعا اطفال بيوصلوا لسن الست سنين بيولعوا في البيت بيحبوا يجيبوا الكابريت ويولعوا في الستاير يعني دكتور قصد حضرتك قبل ما اوديه لدكتور نفسي اطفال اوديه لدكتور سلوكي ودكتور تخاطي بيشوفه هو مال الاول بالضبط صح كده بالضبط بنعمل اختبارات كونرز بنعمل اختبار كونرز في المقييس بيبان اختبار ده بيبقى للام مجموعة من الاسئلة الام بتتسائل وبتجاوي اوكي ابني طلع النسبة بتاعته درجة بتاعته تلاعد كده بي هو عنده فرط حركة وطبعا بيتحطي تحت الملاحظة 15 يوم علشان نسبة انه فعلا عنده فرط حركة ولا معندوش طب هو اوثبت يا دكتور وتمان تمان اتجنب ده ازاي احل ازاي احيو لان مع نفسي ازاي كأو لازم لازم العامل الطبي لازم طب نفسي اطفال الامة بتتوجه لطب نفسي اطفال او طبيب مخ واصاب ليه لازم ياخد علاج دوائي معايا طب هو لو ما خدسه وكده ممكن يأثر على الكلام وتأخر الكلام طبعا تأخر الكلام معاه الادراق اللي اكتر من كل ده انه هو ما بيبقاش بيبقى الادراق بتاعه قليل جدا المزيل في سنه تكوني بتكلمي طفل عنده سبع سنين كانك بتكلمي طفل عنده اربعة نزلت من عمره العقلي تلات سنين ليه لانه هو مش منتبه لشيء هو ما اكتسبش شيء تمام فالام بتحصل لكده طيب حصل معنا حاجة عمل وإحصائية سنة 1995 الإحصائية دي بيّنت ان الأطفال اللي خارجين من الطفولة المتأخرة للطفول لسن المراقع حصل معهم ايه اللي لم يتم علاجهم ولا سلوكيا ولا طبيا حصل معهم ايه حصل تلاتين في المية من الأطفال عمليات سرقة سرقة في المدارس وبين العائلات أربعين في المية حصل معهم مخدرات وكحليات وسجاير من سن الحداشر والتناشر سنة تمام أطفال تانية كتير حصل بقى حراي وا 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 الأم انت مش هتستحملي ده لو انت ما عملتش تدخل مبكر بسرعة وشوفنا ابني عنده ايه وبسرعة تنفزي علاج سلوكي اوكي هتدي علاج دوائي برضو اوكي بس تلحقي تلحقي وكمان يا دكتور ماتسي بيهوس الأول حاجة لمهدئات ماتسي بيهوس أول حاجة بتغترة نفسية يلعبوا فيه بعلاجات علاجات علاجات دول لسه أطفال تابع الأول دكتور سلوكي دكتور تخاطب بتشوف الجلسات بتيجي معايا الجلسات بتيجي معايا لأن الأم نفسها في البيت لأن فيه سبب من ضمن الأسباب برضو معلشي السبب الاجتماعي الاضطرابات النفسية داخل البيت القلق والتوتر والمشاكل الأسرية يعني لازم تتعلم الأب والأم دلوقت يوم يتفرجوا علينا خلوا بالكو يا جماعة الحاجات دي كلها بتأثر على الطفل بالضبط بالضبط يعني عصبية يا دكتور دي بتأثر جدا 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 الطفل عملوا إحصائية برضو كل الكلام اللي أنا بقوله نظريات علمي علمي يا دكتور عملوا إحصائية عملوا إحصائية وجابوا مجموعة من الأطفال عايشين في بيئة مستقرة وأطفال عندهم توطر وقلق ومشاكل أسرية ومشاكل طلقات وي 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 عملوا إحصائية بين دي وبين دي تمام لقوا إن الأطفال اللي عايشين مستقرين في الجو الأسر بتاحهم ما عندهمش أي نوع من أي تشتت ومفيش خالص فرط حركة مفيش نشاط زيد معاهم يعني العامل لكي مهم جدا جدا الطفل اللي قاعد في شد وجذب وخناقات وطول النهار في مشاكل جامدة جدا بين الزوج والطفل يا دكتور اللي متسابل التلفزيون على طول دي دي بقى حاجة تانية دي حلقة تانية دي حاجات تانية لما نيجي نعملها الطفل يا جماعة من عمر الشهور لو سمحتوا للثلاث سنين ما يتفرجش على التلفزيون أصلا ما يتفرجش على الشاشة معلش معلش أوجه للأمهات لأن في أم أقولها ابنت ما يعودش على الموبايل تقولي لا والله ده هو بيقعد على التاب لا حضرتك لما بقول شاشة كلها أجهزة ألكترونية كلها أجهزة ألكترونية وكلها مضرة لحد الثلاث سنين ما يعودش طب أصلا هو كبر وأنا عايزة بس أدعمه وعايزة أكفأه طب أقولي ماشي نص ساعة لما بقول نص ساعة بأن نص ساعة دي لحد سبعة وثمان سنين نص ساعة على عمره نص ساعة في اليوم نص ساعة في اليوم على عمر الطفل على عمره لكن لحد ثلاث سنين لأ ممنوع ولا حتى ربع ساعة ولا تقولي لا أصلا هو ما بيأكلش غير قدام التلفزيون مع حضرتك مع حضرتك ده سلوك مكتسب هو الطفل لما كان بيبي ورديع وبييجي إياه كل حضرتك دلوقتي أنا أععدت قدام التلفزيون مش أنت اللي عرفتي أيها يبقى داني ده بقى يا رانيا معلش تقولي بقى للمشاهدين بتوعي إن الزوجة الجديدة لما تيجي تجيب البابي الجديد لو سمحتي مش أنت تقولي لهوا كده كده ربي زي ما أنت تربيتي وأنت صغيرة وأنت صغيرة تربيتي منتك كانت بتأكلك ما بتفرقش على التلفزيون عايزين نقول لهم إحنا دلوقتي اتخلقنا في زمن غير زمن عيالنا وزمن عيالنا غير زمن ما احنا تربينا كل واحد ليه زمنه وكل واحد ليه أخلاقه ليه تعاملاته انتي اتعاملي باللي انت شايفيه على ابنك حسي بيه قداريه قباليه زي ما هو حتى لو فعلا عنده فرط حركة حتى لو فعلا مختلف فأي حاجة حسي إن هو مختلف قداري اختلافه وقباليه وحسسي إن هو يعني القبول بتاعت ليه ده حاجة مهمة صح دكتور طبعا لازم لا ينصح أخيرة بس قوليه لهم لهم نما زي تعاملوا مع البيدي بتاعهم مهما كان في اختلاف حتى لو عنده فعلا حتى لو عنده اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة انتي ماما أنا على طول بقول إيه انتي أخصائية ابنك بزبط بزبط انتي أخصائية ابنك ابنك لما تروحي تعالجيها يقعد ساعة عند المعالج لكن قاعد معاك انتي أربعة وعشرين ساعة انتي بس اللي هتقدر يتعالجيه انتي بس اللي هتقدر يتوقفي معاه حضرتك في حاجات كتيرة جدا مقتسبة من البيئة من البيئة من البيئة تاني ليه؟ لإن انتي اللي عملتيها انتي اللي بتعملي كده مع الطفل انتي اللي طلعتيه وانتي اللي غلطي في حقه فانتي اللي لازم تصلحي الغلطة دي عشان كده يا دكتور عايزين نقول ان انتي مهمة في حياة ابنك تاني انتي أهم حد في حياة ابنك انتي والقب الام والقب مسئولية مهمة جدا عايزين تخلفوا ربوا صح عايزين تخلفوا حسوا بعيالكوا جدا اقبلوهم وحبوهم وشاركوهم حتى لو قد فهل حاجات الزغيرة اسمعوهم بإنصات وبحب حسوا قد ايه هم مهمين قوي في حياتكو كل ما افتكرتوا انه هي نعمة ربنا مديها لكو كل ما هتقدروا تحافظوا عن نعمة دي اوقات كتير قوي مش بنحس بنعمة اللي في قدينا صبر كتير جدا 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 استحملوا عارف ان انتوا بتعافروا خلينا كلها نعافر مع الأمومة ونربي أولادنا تربية صح تربية سليمة شكرا يا دكتور تعبنكي معينا ونورتينة وقفستينة جدا ربنا خليك لينا يا دكتور وسكرا لوجودك معينا النهاردة بجد أفستينة جدا شكرا لكم شكرا لكل المشاهدين شكرا لكم وشكرا لمتابعاتكم معينا النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا وخلوا بالكم من عيالكم وعيالكم مهمين قوي في حياتكم وانتوا لازم تكونوا صعد عشان تعرفوا تربوهم بسعادة ونتقابل في حلقة تانية ان شاء الله قريبا جدا برضو عن الطفل وبرو عن الأم إلى اللقاء اشتركوا في القناة